موسيقى سعادة الله وقاتكم متابعين قناة فولمون اليوم راح نتكلم في الدرس الثالث من البيسيك انجليش جرامر وراح يتكلم عن السنتنسز هي عبارة عن الجمل تمام وعطاني الكاتب هنا في موضوع يقول ما هي الجملة ما هي الجملة برأيك الجملة هي عبارة عن إذن الجملة هي عبارة عن كلمات متعددة هي مجموعة من الكلمات التي تعبر عن فكرة معينة أيضا يقول إذن القاعدة الأولى أن الجملة يجب أن يكون فيها فاعل وأيضا يجب أن يكون فيها فعل but it might be or might not have an object إذن إنه الجملة عادة ممكن إنه يكون فيها عفا لا يكون فيها يعني مو شرط إنه يكون فيها object هو المفعول به إذن 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 هنا جملة أيضا فتلاحظ إنه ام يعني تمام فاعل اه بري از ريدي فعل جميل وبوك مفعول به بالمقابل تلاحظ انه بعض الامثلة يعني ما يوجد فيها ما يوجد فيها الهو المفعول به جميل فتلاحظ انه هنا هنا الجملة اذا تعريف الجملة هي زي ما ذكرنا سابقا هي بعض مجموعة من الكلمات اللي ستعبر عن فكرة معينة وقلنا انه قد تأتي فعل ومفعول به عفوا فعل وفاعل لكن مفعول به يعني مو شر تمام اذا هنا الجملة ببساطة طيب السؤال لي يعني مهم جدا ورح نطرق الى درس مهم انواع الجمل ما هي انواع الجمل جدا مهم اني اعرفها يقول لك الكاتب هناك اربع انواع من الجمل وذكر انه اول نوع هو اسمه ديكلي راتيو سنتينسس سنتينس ميكس ستيتمينت الدكلي راتيو ستاة سنتينس هي عبارة عن جملة ايضاحية يعني هي توضح نفسها بنفسها توضح فعل توضح شيء معين لما قول الجميع جلس في إضاحة إنه الأطفال يسبحون فهي واضحة بأحد ذاتها إذن الجملة الأولى هي الجملة الإضاحية تمام طيب نروح للجملة الثانية هي تمام إذن integrative sentence هي الجملة الاستفهامية الجملة التي يكون فيها استفهام مثال فهذه نقول نوع الجملة هنا ما توضح هي لا توضح هي تسأل سؤال إذن الجملة فيها سؤال إذن هذه الجملة ليست إضاحية هي جملة استفهامية فقعد تسأل عن سؤال معين إذن البداية الأولى قلنا اللي هي الجملة الإضاحية بعد ذلك قلنا الجملة الاستفهامية نروح لها الثالثة وهي يعني الجملة هنا هنا Aたصة تشير إلى المشاعر جميل تشير الى مشاعر مهينة بمعنى لما انا اشوف منظر مع يعني مهين اقول تمام فهنا قاعد اتعجب عن شيء يا لسخافة المنظر يا لسخافتي مثلا يا له من جوراء يا له من منظر جميل فانت قاعد او انت تتكلمي عن موضوع في فهذه هي عبارة عن الجملة اللي هي التعجبية ولا يكون فيها والمشاعر جدا عالية فهذلك الجملة او الجملة الرابعة وهي واحد من هم من الانواع هي هما هي امبراتف عام Schlبابة عن كراء جميل الامبراتف هيا الجملة اللي يكون فيها امر تمام فيها امر ماذا للتكرمون الضغ هذا والكات uh take uh one of the يعني take the shoes and run away so this guy he asked him ask if this guy if this cat is a male or female so ask it to come back come back so he this guy makes an order اذا هذا الطفل اعطى امر للقط انه او الكلب بعثكم الله انو كمباك ارجوك اجلس تحدث اخبرني الحقيقة فهنا فيها الجملة المبنية على الامر اذا ذكرنا اربع انواع من الجمل الجملة الاولى اللي يكون فيه استهتمت في اضاحة ايضا الجملة الثانية اللي يكون فيه استفهام وايضا الجملة الثالثة واللي يكون فيها تعجب والاخيرة هي الامر والدرس ان شاء الله تعالى الجاي راح نتكلم في الامر شكرا لكم لا تنسوا المتابعة